مجلس النواب البرلمان الأوروبي يعبر عن الإرادة المشتركة في البناء على ما يجمع مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة وسعي المتواصل لتنمية علاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات مشيرة إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة تعيش مرحلة استثنائية من مراحل التطوير والتحديث الشامل سواء على مستوى الارتقاء بالمنظومة المؤسسية والإدارية أو عبر البرامج والخطط التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها مؤكدة أن الجهود الوطنية التي بذلت خلال جائحات كورونا سجلت تعاونا وثيقا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأن المرحلة الراهنة تتوفر فيها مقاومات العمل المشترك وتتوفر الظروف الملائمة لتعزيز التعاون للانفتاح على خطوات متقدمة من الشراكة المستدامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية من جانبهم أكد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أن مملكة البحرين تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي ويهتم البرلمانيون الأوروبيون للاستماع وجهة نظر مجلس النواب البحريني إزاء القضايا الأمنية والسياسية التي ترتبط بالمستجدات العالمية ونوهوا إلى أن أطروحات مجلس النواب المتعلقة بحقوق الإنسان تمثل مدارا هاما ومؤكدين على متابعتهم للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس وزراء والتي تحظى بمباركة ملكية في السعي لإحراز خطوات أكثر تقدما في بناء مجتمع دموقراطي متعدد ومستقر ترجمة نانسي قنقر